يا رمضان يا شهر الهدى يا شهر الندى ليعلم ان الصلوات الخمس لها مكانة عظيمة عند الله وهي عمود الاسلام كما قال صلى الله عليه وسلم رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة اخرجه احمد والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح فالصلاة هي افضل الاعمال بعد الايمان بالله ورسوله وهي اول شيء يسأل عنه المؤمن يوم القيامة وهي نور وفلاح فكيف ينشغل عنها مسلم وكيف يتعاطى ما يصده عنها وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لامته حين خروجه من الدنيا فعن علي رضي الله عنه قال كان اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم رواه ابو داود وابن ماجة كما انها قرة عينه صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا فقد اخرج احمد في مسنده والنسائي والبيهقي في السنن وصحعه الحاكم في المستدرك وغيرهم انه صلى الله عليه وسلم قال حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة معناه النساء والطيب اميل اليهما ميلا طبيعيا لا اتعلق بهما انما اميل اما الصلاة فهي قرة عيني معناه افرح بها اكثر من كل شيء لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة فيصل التهجد ثم ينام ثم يقوم ثم ينام ثم يوقذه اذان الفجر والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال الله سبحانه وتعالى واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر بمعنى ان الذكر الذي في الصلاة اكبر اعمال الصلاة ففيها الشهادتان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وفيها الحمد لله رب العالمين وفيها التسبيح وفيها التكبير وفيها الدعاء هي الصلاة ذكر وليس معناه ان اشتغال المرء بالتسبيح والتحميد بلسانه ونحو ذلك من الاذكار افضل من الصلوات الخمس ولن ينتهي المسلم بصلاته عن الفحشاء والمنكر الا اذا حافظ عليها واداها بحقها وداوم عليها ولذلك قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فمن حافظ عليها بتعلم احكامها واداها على ما يوافق شرع الله فقد فاز ونجى ومن ضيعها فقد خاب وخسر فعلينا ان نحافظ عليها في حال الصحة والمرض والضيق والسعة والحال الامن والخوف فالصلاة سر النجاح والفلاح فان صلحت فقد افلح ونجح وان فسدت فقد خاب وخسر والمحافظة عليها عنوان الصدق والايمان والتهاون بها علامة الخزي والخسران خمس صلوات من حافظ عليهن فاحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فاتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ان يغفر له وكانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عند الله عهد ان يدخله الجنة ولم يكن له يوم القيامة يوم القيامة نور ولا برهان وحشره الله مع اهل الخيبة والخسران فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف قال العلماء ووجه حشره مع هؤلاء الكفر انه ان انشغل عن الصلاة بملكه فانه يحشر مع فرعون وان انشغل عنها بوزارته حشر مع هامان وان انشغل عنها بماله حشر مع قارون وان انشغل عنها بتجارته وبيعه وشرائه حشر مع ابي بن خلف تاجر المشركين بمكة الصلاة يؤديها المؤمن في وقتها كما امره الله سبحانه وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وتوعد الله تبارك وتعالى تاركها بالويل الذي هو العذاب الشديد بقوله عز وجل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اي الويل لمن يؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى وهذا معنى السهوي في هذه الاية اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين